ده المنقص او هكذا يقال الريديمي تولف سي بسعر خمس تلاف جنيه مصر او مية وخمسين دولار تقريبا وفي وقت صعبة في الصور المصري بتحاول تشاومي تقدم الموبايل ده تحت الشعار ده. الموبايل بيقدم لك معالج الهيليو جي خمسة وتمانين مع ربعة جاية رام وذاكرة مية تمانية وعشرين جيجا من نوع اي ام ام سي فايف بوينت وان بسرعة قرية حوالي امتين ميجا في الثانية بطيئة شوية. في نسخة كمان تلاتة اربعة وستين بسعر ارخص. وفي تجربتي العملية للموبايل في اداة الموبايل كان مريح. وجايد جدا في الاستخدام اليومي وحتى في الالعاب قدرت الالعاب كوليف ديوتي موبايل على اعدادات متوسطة بشكل مريح. عام التنلجي خمسة وتمانين يعتبر ارخص معالج يقدر يقدم لك اداء مستريح. هنا كمان في شاشة املاقة ستة وسبعة من عشرة بوصة بدقة اتش دي شاشة اي بي اس بتردد ستين هيرتز وهي شاشة اقتصادية جدا. يعني مثلا صوتوحها ضعيف شوية فمش هتبقى مناسبة للاستخدام تحت اشعة الشمس المباشرة. الوانها مش مبهرة لكنها مش سيئة عادية في الفئة السعرية دي. يمكن اللي ما كانش عاجبني هو مستشهر الاضاءة. اللي ما كانش بيوزبط الاضاءة بشكل كويس وانا جوا البيت. وزاوية الرؤية مش احسن حاجة برضو. اما الصوت فالموبايل بيجيب سماعة واحدة بس اسفل الموبايل صوتها متوسط العلوة والنقاء. مايك واحد بس برضو. صوته جيد وسماعة مكالمات صوتها جيد. ومنفى السماعات تلاتة ونصف ميلي. وما فيش دعم لدول بيعت نصف. الشيء الساق شوية هو عدم موجود مستشهر تقارب حقيقي. وبقول شوية لان في تجربتي ما كانش في مشكلة قوي مع الموضوع ده. لكن بالتأكيد المستشهر الحقيقي بيبقى اكثر عملية واسرة. تطبيق المكالمات هنا هو تطبيق جوجل. وبالتالي ما فيش تسجيل مكالمات من غير ما الطرف الاخر يعرف. برغم ان لقيت تطبيق رسالة شاومي موجودة هنا تقدر تستخدمه بدل تطبيق جوجل. الموبايل بيجي بمنفذ زاكرة خارجية منفصل وشارحتين اتصال الاتنين على الجيل الرابع وتجربتي للشبكات كانت جيدة جدا. ما فيهاش مشكلة. في الفئة السعرية دي عمتا الكاميرات ما بتبقاش احسن حاجة بتقمى وجودة لتقضية الغرض. وهنا الوضع كذلك. موبايل بقدم لك كاميرا خلفية خمسين ميجا بيكسل وكاميرا امامية خمسة ميجا بيكسل. كاميرا في ضوء النهار تقدر تطلع لك صور بتفاصيل عالية لكن بداينامج ضعيف. اما الكاميرا الامامية نفس الفكرة بالزبط تاعت الكاميرا الخلفية لكن حتى من غير التفاصيل الكبيرة. وكمان لون الباشرة مش مزبوط انا. اما في الاضاء الليلية فاداء الموبايل بيبقى ضعيف. اما التصميم الموبايل فهو تصميم بسيط وجميل. بلاستيكي بالكامل لكن بلاستيك ده خيشن شوية. موبايل رفايع مشتغين وخفيف بالنسبة لحجم الموبايل ده مئة وتسعين جرام بس. في كمان بصمة في ظهر الموبايل. بصمة شغالة بشكل سريع جدا دقيق جدا تضع تعتمد عليها. والموبايل بيجي ببطارية خمس تلاف ميلي امبير. قادرت قعدك يوم كامل من لاستخدام الشق. لكن السيء انه بيجي بمنفذ مايكرو اس بي. وده غير مقبول دلوقتي في اي فئة سعرية. وكمان الشاحن اللي موجود في العلبة والموبايل بيدعم شحن عشرات. وده شحن بطيء. الموبايل هنا بيجي باندرويد تلتاشر على الميو اي تلتاشر. بس مخففة خلص. يعني مش هتلاقي اغلبية المميزات اللي موجودة في وجهة الميو اي المعروفة. زي مسلا اضغطات الالعاب. زي الفيديو تول بوكس. زي زي امكانية عمل نسختين من نفس التطبيق. يمكن الحاجات اللي موجودة هيها الحاجات البسيطة زي امكنات او عرض الشاشة على شاشة اكبر والسيمات وحساب شاومي والكلام ده. الموبايل مفهوش بوصلة للأسف لكن فيه جي بي اس شغال بشكل دقيق تقدر تعتمد عليه وفيه راديو لكن ما فيهوش انا افسي. والعلمة بتبقى فقيرة شوية ما بيجيش فيها ولا كافر. ببساطة انت اتخذ موبايل بيقدم لك الاساسيات بشكل مريح الى حد كبير. فهو معالج الهليو جي خمسة وتمانين. معالج قوي في الفئة السعرية دي دلوقتي يقدم لك اداء مريح. وكمان الواجهة المخففة اللي كنت قال الان شوية انها هتكون متائلة الاداء. لا انا مش كده. انا الاداء كويس. مع باقي المواصفات العادية اللي انت تلاقيها في الفئة السعرية دي. لما نيجي نبص المنافسين هتواجهك مشكلة ان اغلب المنافسين دلوقتي في الصور المصري هتلاقي انه الموبايلات المنتشرة لهم هي موبايلات دولية. معليهاش ضمان. وده اللي شعور بتلعب عليه. فبتديك ضمان اضافي على السنة بتاعت الضمان. ستة شهور زيادة. يعني تبقى تمنتاشر شهر. ولكن لو حبينا نقعد ندعب بس كده وندور على ايه الموبايلات اللي موجودة بالضمان في نفس الفئة السعرية دي. فهنلاقي ان ممكن تلاقي في الفئة السعرية دي. طعم موجود بضمان وموجود من غير الضمان. هتلاقي ده وده. فانت بتدور يعني. والنرضو عملنا له سنة اللي فاتت. موبايلة شبه الموبايل ده شوية. ولكن ببطارية اكبر ستة الاف ميلي امبير. مع شاحن اسرع تمنتاشر وات ومنفذ تايب سي. والسوفتوير ما كانش مخفف قوي كان فيه شوية اضافات للالعاب وغيره. على الجانب الاخر هتلاقي النوكيا دي واحد وعشرين برضو في نفس الفئة السعرية دي. وبرضو المفروضة هتلاقي بضمان رسمي. موبايل برضو يعتبر شبه الموبايل ده لكن برضو بنفس الفكرة. شاحن اسرع تمنتاشر وات وطايب سي. لكن بمعالج هو من اسمه تي ستمائة وستة. وانا ما جررتش المعالج ده وببقى متحسس كده من معالجات يوني سوك لازم اجربها الاول. وبالتاني ما قدرش انصحك تفكر في الموبايل ده. اما المنافس الاخير فهو من سامسونج وسامسونج عندها كازا موبايل في الفئة السعرية دي. لكن اللي يهمنا هو الاي تلاتاشر. موبايل بيجي شبه ده برضو. لكن بمعالج اقل شوية وهو الهيليو جي ايتي. الهيليو جي ايتي هو يعتبر نفس المعالج ده لكن باداء اقل شوية في الالعاب. وبرضو شاحن اسرع من هنا خمستاشر واط ومنفس طايب سي. وبالتالي هي دي الخيارات اللي قدامك في الفئة السعرية دي. سلام.